اخواتي بتحبوا هيك شي انتو اكل خفيفة نظيفة اكل بيضر شوفوا لي اخواتي على الوش ما شاء الله تتقدم لملوك مرحبا اخواتي ان شاء الله تكونوا بخير اكيد اشتقتوا لي متل ما انا اشتقتلكم اليوم جايب لكم وصفة بيضة وصفة خفيفة نظيفة كل البيوت السورية بتعرفها اليوم بدنا نعمل مع بعض الرزب حليب بس شو رزب حليب بدنا نعمله على اصوله خلينا انتقل التفاصيل ونشوف شو بيلزمنا لهذا الوصفة الحليب اول حركة بدنا نساوية بدنا نجيب طنجرة نخطع الغاز بس اهم الشي الطنجرة تكون سميكة لحتى ما يشوت معنا الحليب نحن عم نحركه لنجاح وصفتنا اهم الشي هذا العنصر يلي هو الحليب لازم يكون الحليب كامل الدسم لحتى تطلع الوصفة معنا طيبة كلما كان الحليب منيح كلما طلعت معنا نظامية انا في عندي هون 5 لتر بس انا بدي استخدم 3 لتر بالعيار لحتى تنجح معنا لازم يكون العيار ضابط لهذا السبب بدنا نشتغل بالعيارات كلها بكاسة واحدة يعني الرز السكر الحليب بده يكون كاسة واحدة في عندي انا هي الكاسة تقريبا بتاخد 200 ميلي هلا انا بدي بدي حط لكل لتر حليب بيطلع تقريبا معنا اربع كاسات بدي عير 3 لتر بطنجرة وبعدين منكمل السكر والرز اخواتي بعد ما فضينا 3 لتر بطنجرة متل مشايفين انا خليت كاسة حليب من العيار نفسه على جنب لانه بدي انقع على الرز فيها ما بدي انقع على الماء حتى الرز هلا بدي ساوي انا ما بدي اطبخ الرز لحاله بدي نزله مع الحليب بكل بيت موجود من هاي الكاسة طبعا هلا شو بدي ساوي بدي اشغل على الحليب على الهادي خليه يفتر معي لبين ما انقع على الرز تقريبا 10 دقائل ا 12 دقيقة لحتى يتشرب كمية النشا كلياته ما بدي حط كمية نشا كبيرة انا بالطبخة لحتى اخذ الطعمة ممتازة مية بالمية في معي كاسة رز مثل ما حكينا طبعا كاسة الرز بعملها غسلة واحدة انا بالمي على الخفيف بس لحتى قيم الشوائب منها متل ما شايفين واهم الشي لازم يكون الرز قصير هلا بحط الرزات على جناب بتركهم لي انتوقعوا و بدي كاسة سكر طبعا السكر مو هلا بدي يضيفه بس بعير كاسة سكر وبستنى الحليب ليفتر بعدين اضيفهم على الحامي طبعا اخواتي كمية الرز حسب الرغبة يعني انا بحب الرز ما يكون كتير بالرز بحليب هلا بعير كاسة سكر بستنى الحليب ليفتر بعدين بضيف الرز عليه مجرد ما ضفنا الرز على الحليب لازم ما نوقف تحريك اول فترة لحتى ما يلزق الرز بالطنجرة لانه الرز بيكون تقيل وتكون الرز لسا مو مستوي بيكون تقيل فبينزل لسفل الطنجرة لان في عالم تسلق الرز ثلت ارباع السلقة بعدين بتحطه وبتضيف عليه الحليب على البارد وبتشغل طبعا هاي الطريقة كتير سريعة وسهلة ليش منحط الرز مو مستوي ومنخليه استوي مع الحليب لحتى نقلل كمية النشا يعني وقت بدنا نساوية بالبيت ونحط الرز من دون نشا او كمية نشا كتير خفيفة وبسيطة بيعطي طعم كتير طيبة وبيطلع الرز بحليب تقيل حتى الوش بالنهاية بيطلع معنا امرتب اذا مو موجود عنا هذا الحليب هلا انا هذا الحليب اللي جايبه ما شاء الله يعني على قدمه تقيل الانينة محسن تحمله الحليب عنا كتير تقيل والقشطة فيه كتير ظريفة يعني هون بخير وبيجي متل ما بيقولوا مو ما شوفوا لي اخواتي على هالمنظر الدهب ما شاء الله شي بياخد العام هاي الطريقة الطريقة الصحيحة او متل ما بيقولوا بالعامية الطريقة لمعتق اذا كنتو عم تحركوا بكفكير انتو تحسنو تحركوا بسفل الكفكير انشان ما نقحط الطنجرة والحليب ما شاء الله تكون سميك بيعطي طبقة تحت بالطنجرة ما بدنا كمان نسحبه معنا انشان ما يطعم معنا بالطبخة تبعنا انا بالعادة بتاكل معي تقريبا مصصاعة 30 دقيقة تطلع الرزة رايحة نيفة يعني على كيف كيف خون هلا كمان بس طلع بارجيكم اياها بتطلع شغلة كتير مرتبة قبل ما التزم بالقناة انا واقول انه خلاص بدي انزل صور و بدي صير اعمل فيديوهات جديدة طبعا انا بحكم شغلي انا كمان بشتغل بمطعم و شغلتنا هاي الشغلة و رب يعنين فيها الحمد الله و بنعرف كتير بس الانسان قد ما تعلم بضل ناقصه خبرة يعني مثل كورسات او اني اتعلم شغلات جديدة وصوصات جديدة ووصفات جديدة الحمد الله طبعا انتهيت من الموضوع واخدنا شهادة وامورنا بخير الحمد الله باذن الله تعالى كل اسبوع لح نزل وصفة على كيف كيف كون و جديدة و كتير كتير لح تدعولي عليها و اهم الشي انا عملت بحث بالشي اللي بدي انشره انه اعمل شي اقتصادي يعني يعني شي ما يكلف للناس اللي بدي تتابعني و ما اجيب شي من المريخ بنفس الوقت باذن الله تعالى الفيديوهات الجديدة لح تكون قوية كتير و لح يكون فيه شغلات كتير حلوة بس بتمنى منكم الدعم يعني تدعموني لحتى احسن كمل و احسن اقدم فيديوهات احسن من هاي و شوية شوية الواحد بيكبر و كلياتنا منبلش من الصفر اذا ما نوجد عنكم هذا الحليب و ما كان الحليب تقيل مثل ما بدكم طبعا يبين معكم انتو بيبين من من لون الحليب يبين اذا تقيل ولا خفيف اذا كان الحليب خفيف نحسن نجيب علبة قشطة صغيرة او كريمة طبخ منضيفة 200 جرام تقريبا تعطينا كسافة مرتبة و بيطلع معنا ناجح ومرتب نحسن نجيب حليب بودرة و ان شاء الله بتطلع معكم مرتبة احيانا 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 ما بحط شي ابدا معه انتو اكتبونا بالتعليقات شو بتحطوا معه اضافات نحط طلت ماء عليه و نص و نحلهم بكمية بسيطة من الماء و نضيفها على الحليب خيط و بيضيف كاست السكر كمان السكر بيضيفه بالتدريج يعني بنزل اول شي قسم منه او نص الكمية تقريبا بعطيها تحريكة يعني بأدحة تحريكة دقيقة و برجع بكمل الكمية الباقية معي و هلأ بدي نزل باقي الكمية هيك بكون حطيت كاسة سكر كاسة رز ثلاثة لتر حليب هلأ بدي ضل عم حرقهم لحتى يمسكوا مع بعضهم و يرجع الحليب يغليل لاني و اضيف النا شو ضيف السكر بيرجع الحليب بيبرد شوي تقريبا فبعطيه تحريكة و هلأ اذا بدي ضيف مونكيهات او معطيرات منضيفها اخر الشي ليش اخر الشي لانه اضفناها على البارد و حركنا تروح تعمطها يعني لبينما تغلي و تستوي معنا الوصفة اللي عم نساوية بدي تطير الطعمة فبس غلة تجلل رزب حليب او المحلاية او اي شي بدنا نساوي بس غلة معنا منضيف يعني هاي قاعدة منضيفه بس لا يغلي النشا والشي المعطر بس لا يغلي معنا الحليب ليش لحتى يعطينا طعمة مية بالمية و ان شاء الله بتدعولي بدي ضيف تقريبا كمية صغيرة من المسكة او المستكة متل ما منقول عنا بتلاقوه عند اي سوبر ماركت سوري اذا انتو برات سوريا تجي بهذا الشكل ظرف لا طحنطة ولا ساوي تلا شي بما انه لسه بده الحليب معي شوي فبحسن حطه متل ما هي بتدوب معي بالحليب طبعا شغلة كتير مهمة لون بدنا نعرف انه الرز استوي بما انه نحن ما سلقنا كتير شغلة بسيطة اخواتي منطلع على وش الطنجرة منلاقي انه الرز طلع لفوق ليش الرز طلع لفوق لانه الرز بس يستوي بفوش على وش الحليب مثل الواحد وتيكون عم يسبح متقل حاله بيغرق بس ريح حاله بيخف وبيطلع على وش المي والرز نفس الشي شوفوا اخواتي متل ما شايفين طبعا لحتى نتأكد مية بالمية منجيب معلقة ومندوق لحتى نتأكد مية بالمية انه استوى الرز معنا ما شاالله رايح حنيفة مهروسة هرس الرز زي ما شاالله وطعمه يعني السكر يعني السكر ما شاالله طالع عيار مية بالمية كتير كتير يعني ممتاز كمية الرز والسكر كلها مية بالمية بعد بيكون الرز بحليب استوى ما يشوفوا لي على هذا المنظر ما شاالله شي بيشهل الطالعين دهب هكذا القوام مرحلة السكب بدنا كفكير مثل هاد بدنا نحرك مثل ما حكينا بسفله هيك من تحت لحتى ما يطلع زبدية مليانة رز وزبدية فاضية شايفين ما شاالله شي بيشهل القلب منحرك هيك تحريكتين ثلاثة اول شي بعدين منعبي بالعيار بدنا نعبي الزبادي تبعنا شوفوا على المنظر ما شاالله طالعين دهب نعطيها مجال يعني ما منخليها مع باية طفطف معنا شان اذا بدنا نزيينها تطلع معنا مرتبش بعد ما سكبتون كلياتون ما شاء الله طالعين دهب شوفوا لي على هذا المنظر شوفوا الرز شلون طالع على الوش ليش لانه ما سلقنا فالكاسة بتطلع اول زبدية بتطلع الرز مع الحليب متناسطين مية بالمية هلا بخليهم هون يبردوا شوي منضبهم اخواتي بتحبوا هيك شي انتو اكلة خفيفة نضيفة اكلة بيضة الرز بحليب ومعي اليوم ضيفة صغيرة كمان لحدوه وتعطيكم رأيها بالرز بحليب تتقدم لملوك بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله طالعين دهب شي بياخد العيل يعني منظر وطعمة حتى اطيب الشي فيون انه الرز طالع وسط ومستوي تمام وطالع على الوش متل ما شايفين والسكر وسط متل ما حكينا اذا بتحبوه سكرة اكتار فين كون تكتروا سكر واذا بتحبو الرز اكتار فين كون تكتروا رز ما شاء الله طالع دهب يعني طالع احسن من شغل المحلات